اشتركوا في القناة اعمال البناء والتشهيد بجانب اعمال النحط المعمال وهي مادة الامن الصناعي وهنتكلم فيها عن الوحدة الاولى الخاصة بتعريف الامن الصناعي واسباب الحوادث والاصابات كمان هنتكلم عن اثر الامن الصناعي على عناصر الانتاج وكنا تكلمنا في الصف الأول وقلنا أن عناصر الإنتاج أو مقاومات الإنتاج هي عبارة عن العامل والآلة والخامات هيزيد علينا الوقت يبقى هي دي عناصر الإنتاج ودي حلقتنا النهاردة هنتكلم في هذه العناصر وهذا المحتوى نخلينا مع بعض كده على الشريح ونشوف الوحدة بتحتوي على إيه عشان يبقى متابعين وهنعرف بعد كده إيه المناهج بتاعتنا والوحدة اللي بعديها هنشوفها بتتكلم عن المحتوى العلمي اللي جاي بعد كده تعالوا مع بعض كده نشوف زي ما احنا شايفين على السلايد الشعب المعمرية دي طالبة طبعا واضحة في الصورة شعب معمرية موجودة بجميع تخصصتها موجودين لابسين وسائل الوقاية أثناء التدريبات العملية كمان لازما من وجود المشرف الموجود والمدرب الخاص بالأعمال والتدريبات العملية ما طبعا هو بيكون مدرب على تنفيذ زي الأعمال وطبعا زي ما احنا شايفين كل واحد لابس وسائل الوقاية وزي ما الصورة موضحة وسائل الوقاية طبعا متمثلة لجميع أنواع الطلبة لأن عندنا طلبة بنين وبنات موجودين في الأقسام المعمرية الأقسام المعمرية تقولنا بيندرك تحتها أقسام أو شعب كتير منها شعبة أو فني أعمال الخرصانة كمان فني أعمال النجارة وكمان الشعبة تفني الأعمال الصحية وشبكات المياه كمان فني أعمال التشطيبات المعمرية وأعمال البناء والتشييد طبعا بجانب أعمال النحت المعمرية يبقى دي الأقسام المعمرية بتاعتنا كلها طبعا التخصات دي كلها تحت مسمى الشعب المعمرية طبعا المواد بتاعت الصف الثاني بيدرسها الطالب المحتوى العلمي في عندنا أول مادة بتتكلم عن مادة التكنولوجيا كمان عندنا مادة الرسم الفني وكمان التخطيط وإدارة الإنتاج ولكن هذه المواد كل تخصص أو كل شعبة من هذه الشعب بيدرس كل مادة خاصة به يعني التكنولوجيا بيكون خاصة للشعبة الموجود فيها الطالب في الأقسام المعمرية ولكن المواد اللي بيدرسها الطلبة جميعا في الأقسام المعمرية مادة الأمن الصناعي وحلقتنا النهاردة يكون مخصصة عن مادة الأمن الصناعي كمان في عندنا مادة المساحة بيدرسة جميع الطلبة في الأقسام المعمرية وطبعاً بيكون في جزء خاص بالنظري وجزء خاص بالمعمل كمان عندنا مادة الحاسب الآلي من المواد المستمرة معنا على مدار السلاث سنوات طبعاً الصف الأول والتاني والتالت وطبعاً مادة مهمة جداً لأن طبعاً إحنا بنهتم بموضوع التكنولوجيا في الصناعة يبقى مادة الحاسب الآلي من المواد طبعاً بيدرسها جميع التخصصات المعمارية هنتكلم النهاردة عن مادة الأمن الصناعي طبعاً لطلبة الصف الثاني نشوف المحتوى العلمي كده للترمي الأولاني الترمي الأولاني بيكون فيه تعريف الأمن الصناعي الوحدة الأولى المحتوى العلمي الخاص بيها تعريف الأمن الصناعي وتعريف الأمن المهني أسباب الحوادث والإصابات وهنعرف أثر الأمن الصناعي على عناصر الانتاج هل يطار بعد ما درسنا الأمن الصناعي أثر في عناصر الانتاج وهي العامل والآلة والخمات أم لم يؤثر فيهم طبعا النهاردة حلقتنا هتدور عن الوحدة الأولى الوحدة الثانية بتتكلم عن التخزين والشروط الواجب توفرها في عملية التخزين لكي تصبح عملية آمنة كمان بنتعرف الإضاءة ومصادرها وأهدافها وطبعا نحن عارفين أن الإضاءة في الأمن الصناعي الصف الأول أن هي كمية الضوء السقطة على مساحة معينة وعرفنا أن مصادرها في مصدرين إما مصادر طبيعية أو مصادر صناعية وهنتكلم عليها بالتفصيل في الوحدة الثالثة الوحدة الرابعة بتتكلم عن أنواع الحواجز المستخدمة في تسوير وحجب ونخلي بأننا من كلمة تسوير جاية من نفذ كلمة سور أو حاجز عشان يمنع وصول العامل إلى خطر الموجود في الماكينات فبنعمل عملية مانع أو حاجز عشان يحجب هذا الخطر عن العمال كمان هندرس في آخر الوحدة الوحدة الخامسة وهي معدات النقل والرفع والتداول وعندي طبعاً نوعين من معدات النقل والرفع والتداول في معدات يدوية وفي معدات آلية هنتكلم عليها بالتفصيل في الوحدة الخامسة حلقتنا النهاردة هكون مخصصة عن الوحدة الأولى لطلبة الصف الثاني وهي خاصة بالأمن الصناعي والأمن المعني وطبعاً محتواها برضو تعريف الأمن الصناعي وتعريف الأمن المعني كمان هنتعرف على أسباب الحوادث والإصابات كمان هنتعرف على أثر الأمن الصناعي على عناصر الإنتاج وقلنا أن عناصر الإنتاج هي العامل والآلة والخامات وهيزيد علينا الوقت أول حاجة طبعا في الصف الأول درسنا الأمن الصناعي بشكل بسيط وعرفنا أن الأمن الصناعي كبداية هو حماية مقومات الإنتاج يعني حماية كل من العامل والآلة والخامات وعرفنا إزاي الأمن الصناعي بيحمي كل من العامل والآلة والخامات واتكلمنا عن العامل وقلنا أنه بيوفر له الأمن الصناعي أو نصول الأمن الصناعي بيوفر للعامل وسائل الوقاية الشخصية وطبعا إحنا شفناها في الصورة الأولى وهي خاصة بالأفارول أو الفيست كمان الخوزة اللي بيلبسها لحماية الرأس كمان القفاز الموجود والسيفتي لحماية القدمية كل دي وسائل وقاية يجب الاتزام بها أثناء التدريبات العملية أما بالنسبة للآلة وقلنا يجب عمل صيانة دورية للأجهزة والآلات والمعدات الموجودة حتى تكون جاهزة أثناء تنفيذ الأعمال وبحالة جيدة ولا يتوقف العمل ويكون فيه إنتاج مستمر كمان اتكلمنا عن الخامات في الصف الأول واتكلمنا بشكل بسيط عن كيفية تخزين الخامات وعرفنا زي نخزن الخامات بشكل آمن مثلا وليكن بالنسبة للأقسام المعمالية الخامات الموجود فيها وليكن الأخشاب قلنا أن نرفعها على خواعد خرصانية على مسافة حوالي 50 سنتي كمان بيكون فيه فواصل ما بين الأخشاب وبعضها كمان بنغطيها بغطاء من المشمع لحمايةها من الأمطار والرطوبة ويجب حفظها داخل مخازن مع وضع الطاقة على كل صنف بيكتب فيها اسم الصنف ونوعه ومأساته عشان يسهل تداولها أثناء استخدامها في تنفيذ التدريبات العملية يبقى احنا اتكلمنا على الأمن الصناعي من خلال مقاومات الانتاج هيزيد علينا في سنة تانية الوقت طبعا عامل الوقت مهم جدا في عملية الانتاج يجب الاهتمام به وطبعا بعد ما تم الدراسة كبيرة جدا في موضوع الوقت وجدوا أن العامل اللي بيشتغل 12 ساعة بيكون انتاجيته أقل من 8 ساعات بمعنى أن اللي بيشتغل 8 ساعات انتاجه أعلى طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل طبعا أن أنا بديله أربع ساعات شغل بعد كده بديله ساعة للراحة بيكون فترة كبيرة جدا أنه هو يرتاح بعد 4 ساعات لما يجي يشتغل الفترة الثانية وهي 3 ساعات طبعا بيكون كأنه بدأ يوم جديد في العمل طبعا لقوا أن الانتاج بيزيد عن الفترة الـ 12 ساعة تعالوا مع بعض كده نشوف على الصلايط تعريف الأمن الصناعي وتعريف الأمن المهني وكمان أهدف كل منهما زي ما نرى تعريف الأمن الصناعي هو الذي يضمن سلامة مقومات الانتاج وقلنا أن مقومات الانتاج هي العامل والآلة والخامات ويستهدف تأمين العاملين على الانتاج يبقى تعريف الأمن الصناعي هو الذي يضمن سلامة مقومات الانتاج ويستهدف تأمين العاملين على الانتاج أما الأمن المهني خاص برعاية العنصر البشري فقط والمقصود بالعنصر البشري هنا هو العامل يبقى الأمن المهني بيستهدف رعاية العامل من رعاية صحية واجتماعية وتوفير مناخ نفسي مستقر داخل أماكن العمل حاجات مهمة جداً يجب الاتزام بيها لأن الأمن المهني زي الأمن الصناعي برضو هدفه الأساسي المحافظة على صحة العاملين داخل أماكن العمل حتى يتم الانتاج بصورة منتظمة ومستمرة يبقى تعريف الأمن المهني بيستهدف الأمن المهني رعاية العنصر البشري والمقصود بالعنصر البشري هنا هو العامل في مجال الانتاج من رعاية صحية واجتماعية ومناخ نفسي مستقر نشوف مع بعض كده ارتباط الأمن الصناعي والأمن المهني وإيه أهداف كل منهما مما سبق طبعا بيتضح أن الأمن الصناعي والأمن المهني هدفهم واحد وتتمثل هذه الأداف في التالي أولا المحافظة على صحة العاملين وسلامتهم طبعا حاجة مهمة جدا وبيهدف لها الأمن الصناعي وكذلك الأمن المهني كمان المحافظة على الآلات والمعدات والمحافظة على المنشآت ومنتلكات الشعب وكمان ممتلكات الدولة يبقى ده هدف الأمن الصناعي والهدف المهني المحافظة على صحة العاملين وسلامتهم كمان المحافظة على الآلات والمعدات المحافظة على المنشآت ومنتلكات الشعب والدولة طيب كيف تنشأ الإصابة حاجة مهمة جدا لازم نعرف الإصابات وإيه هو المرض المهني وإزاي نفرق ما بين الإصابة والمرض المهني المرض المهني طبعا معروف هو كل مرض بتكسر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة المهنة بمعنى أصح كل مهنة وليها مخاطرها وليها الأمراض الموجود فيها عشان كده في بداية تعيين العامل أو توظيفه أو حصوله على العمل يجب عملية فحص طب للعامل لمعرفة حالته الصحية ليقتل بدنية عشان بيتم وضع العامل المناسب في المكان المناسب لكن ما ينفعش أن يكون عند عامل عنده إصابة أو حساسية على الصدر أشغله في الأعمال اللي بتصيب هذا المرض وتأدي إلى مضاعفات يبقى المعروف أن المرض المهني تعريفه هو كل مرض بتكسر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة ما أما الإصابة هي حادثة تنتج أثناء العمل أو بسبب طبعا معروف أن الإصابة حادثة بتنتج أثناء العمل وليست هي مرض مهني ولكن هي حادثة نتجت أثناء العمل أو بسبب نتيجة استعمال خاطئ في العمل يبقى عرفنا المرض المهني والإصابة وأن المرض المهني هو كل مرض بتكسر الإصابة به بين المشتغلين العمال يعني في مهنة أو وظيفة معينة أما الإصابة هي حادثة تنتج أثناء العمل طبعا زينا يعرف إيه هي الحادثة أو الحوادث تعريف الحوادث طبعا بيقترم مفهوم الحوادث في مجال الصناعة بمعنى الإصابة وهذا مفهوم خاطئ مش كل حادثة تنتج بينتج عنها إصابة ولكن للحوادث مدلول أوسع من ذلك إذ أنه ليس كل ما يقع من حوادث تنشأ عنه إصابات نشوف مع بعض كده تعريف الحادثة الحادثة هي كل توقف عن النظام والترتيب الطبيعي لسير العمل يبقى الحادثة مش معناها مش مرتبطة بالإصابة قد يكون هناك حوادث وقد لا يكون هناك إصابات موجود بيها ولكن التعريف الأمثل للحوادث هي كل توقف عن النظام والترتيب الطبيعي الموضوع لسير العمل عايزين نعرف ما هي أسباب الحوادث ووقوع الحوادث والإصابات نركز مع بعض في الجزئية دي أنا عندي ثلاث أسباب مهمين عندي الأسباب كتير ولكن هندرجوا تحت ثلاث أسباب مهمين أولا من أسباب وقوع الحوادث والإصابات في مجال العمل العمل علالات غير مأمونة تصرفات شخصية غير مأمونة ظروف محيطة غير مأمونة نركز كده مع بعض يعني إيه العمل على آلات غير مأمونة العمل على آلات غير مأمونة إن العامل بيشتغل على آلات غير مجهزة بوسائل حماية أو حواجز حماية وقلنا طبعا الحواجز بتمنع وصول العامل إلى الخطر الموجود مثال كده على الطبيعة في إحدى الزيارات الميدانية لأحد المصانع كان هناك مصنع بيتم إنتاج بعض الخامات المصنوعة من البناستيك في أثناء طبعا التشغيل والعمل كان هناك مكنة أو إحدى الماكينات الموجودة هي مكنة عبارة عن بيسموها مكنة الصينية المكنة الصينية دي بيكون موجودة عليها استنباط الاستنباط بيكون مشكلة على هيئة الخامة اللي هيتم إنتاجها وطبعا هي عاملة زي الصينية عاملة زي الدائرة موجودة على الاستنباط من أعلى وكمان موجود مكان بيحط فيه الخامة وهي خامة البلاستيك الخام بعد كده بتبتدي تنصهر داخل سخنات بيتم سحبها داخل سخنات بتعمل على انصهار المادة الخام اللي هي البلاستيك ثم ضخها داخل استنباط هيدرولوكية وطبعا في أعلى الاستنباط بيكون موجود فراغ ده اللي بيتم ضخ البلاستيك جواه العامل طبعا وهو شغال بالإنتاج فبيفتح الاستنباط لأن الاستنباط فارغة ما فيهاش الخامة أو المنتج فطبعا أوتوماتيك بيبص على المكان أو المصدر اللي بيتم تغذية البلاستيك داخل الاستنباط وهي المجبس فهو بيلاحظ لقى ان فيه قطعة من البلاستيك طبعا كان فيه بيتم عملية صيانة ويشالوا الحاجز الموجود حوالين المجبس لان المجبس ده خطر جدا طبعا لو تعرض اليد العامل للمجبس بيتم اصابته مباشرة واصابة بالغة فطبعا بيكون موجود حاجز الحاجز ده كان اثناء عملية الصيانة مفكوك بعد ما تم عملية الصيانة النسي العامل يركبه او اللي هو المهندس القائم بعملية الصيانة فطبعا اصبحت الالة غير مأمونة العامل طبعا بيبص على مكان ضخ البلاستيك جوه الاستنباط لقى ان فيه قطعة من البلاستيك بتمنع وصول المادة الخام الى الاستنباط فرح اوتوماتيك بيشيل والمكانة شغالة بيفك القطعة من البلاستيك طبعا في اثناء صعود المجبس كانت هتعمل له مشكلة كبيرة جدا زي ما احنا قلنا اصابة بالغة ولكن ربنا سطرها يعني ولكن مش معنى كده ان احنا نشتغل على الالات غير مأمونة لازم ان تكون مجاهزة بوسائل حماية لو كان الحاجز موجود كان همنع وصول العامل الخطر اوتوماتيك هيبتدي العامل يوقف المكنة وبالتالي هيتم العمل بصورة آمنة وسليمة بدون وقوع حوادث يبقى المقصود بالعمل على الالات غير مأمونة ان العامل بيشتغل على الالات غير مجاهزة بوسائل الحماية اللي هي الموجود فيها الحوادث كمان عندي ظروف محيطة غير مأمونة ان مكان العمل مفوش تهوية كمان المكان مفوش تسلسل لترتيب العمليات الصناعية كمان المكان مش منظم مش نضيف وطبعا احنا عارفين النظافة شيء ضروري وحتمي ومهم جدا ومن البرود الاساسية الواجبة لمنع وقوع الحوادث والسبب يبقى ظروف محيطة غير مأمونة ان مكان العمل مفوش تهوية مفوش نظافة مفوش اداءة كافية لكي يتم العمل بشكل ميسر وسليم بدون وقوع حوادث والسبب والسبب الثالث تصرفات شخصية غير مأمونة ودي طبعا عنصر مهم جدا لان بعض العامل او بعض العمال الاقلية طبعا بيكون سلوكياتهم خاطئة في تنفيذ الاعمال وهنسوف بعض الصور لسلوكيات العمال في تنفيذ الاعمال طبعا سلوكيات خاطئة وهي المقصود بيها تصرفات شخصية غير مأمونة ودي بيكون نتجة عن العامل ان العامل بيستخدم الآلة في غير المخصص له مثال بسيط مكنة منشار الشريط اللي بتستخدم في قطع الاخشاب هي بتستخدم لقطع الاخشاب ولكن بعض العمال بيستسلوا موضوع بيطاعوا عليها بعض الأجزاء الألمونيوم طبعا بتؤدي الى كسر سلاح المنشار مما قدوا الى وقوع حوادث وإصابات للعامل أثناء تنفيذ الاعمال يبقى طبعا أسباب الحوادث والإصابات عرفناها أو هي أصابات كتير ولكن بتندرج تحت تلات أسباب مهمين العمل على قطة غير مأمونة تصرفات شخصية غير مأمونة وكمان ظروف محيطة غير مأمونة تلات أسباب لازم نعرفهم ولازم ندرسهم عشان نمنع وقوع الحوادث والإصابات في المرات وفي تنفيذ الاعمال القادمة نشوف مع بعض كده على السلايد أسباب وقوع الحوادث والإصابات زي ما احنا شايفين أول عنصر أو أول سبب العمل على الآلات غير مأمونة اتنين ظروف محيطة غير مأمونة والتصرفات الشخصية اللي بيكون نتجة عن العامل وكمان بيكون غير مأمونة وطبعا في بعض التصرفات الخاطئة ان مثلا في أثناء فك المصامير بيتم طبعا فكها بالمفكات المستخدمة فيها وعندي أنواع كتير للمفكات ولكن بعض الأشخاص بيستخدموا السكينة الموجودة في فك المصامير وطبعا ده تصرف شخصي أو سلوك خاطئ طبعا من ضمن السلوكيات الخاطئة في استخدام الأدوات يجب أن احنا يكون عندنا سلوك وطبعا السلوك مهم جدا في التعليم الصناعي لأن كان في إحدى الأفلام المصرية كان في الموصل القدير أحمد زاكي كان بيمثل دور عامل ويبتدى أن هو يذهب إلى ألمانيا للاتحاق بإحدى الوظائف الموجودة في مصنع وماكينات الخراطة فطبعا ابتدوا يختبروه وفي أثناء الاختبار هو نفذ إحنا عندنا إتقان جدا في تنفيذ الأعمال بعد ما نفذ قطعة المشغولة المطلوبة منه نفذها بإتقان وبمقاسات مظبوطة ولكن كان هناك إحدى العمال اللي هو بيكرهه فابتدى أنه بعد ما خلص أوتوماتيك المفروض أنه بيفصل بينظف مكان العمل وبيفصل المكانة وبيفصل الطيار الكهرابي بعد الانتهاء من العمل وكمان بيغطي المكانة بتاعته بالقفر الموجود لحمايتها عشان يسلم العمل زي ما استلموا المكانة تكون جاهزة نظيفة جاهزة للشغل على طول بعد الانتهاء بيتم فصل الطيار الكهرابي وتغطيطها وتنظفها طبعا فطبعا العامل هو ماشي بعد ما خلص المشغولة وكمان الخبير قال الحكم بتاعه أنه هو فعلا عامل فني ماهر جدا مطلوب فعلا عندهم ولكن حاب يشوف سلوكه فراح للمكانة لأن المكانة شغالة مستمرة طبعا ده كان سلوك خاطئ ونأنا عليه تم عدم تقييده أو أنه يشتغل في المصدر وده طبعا سلوك مهم جدا يبقى أنا مش لازم يكون ماهر لأ لازم يكون عندي سلوك سليم صحيح في تنفيذ واستخدام الآلات الموجودة داخل أماكن العمل يبقى دي التصرفات الشخصية الغير مأمونة يبقى احنا قلنا أسباب الحوادث والإصابات الثلاثة العمل على الات غير مأمونة تصرفات شخصية غير مأمونة وكمان ظروف محيطة غير مأمونة نكمل مع بعض كده زي ما احنا شايفين على السلايد فيه طبعا مكانة الصينية دي إحدى الماكينات الموجودة في أعمال النجارة الموجودة في الأقسام المعمرية طبعا بيكون موجود هنا كفر حماية السلاح طبعا بيمنع وصول يد العامل إليها ولكن هنا العامل مش موجود الكفر فابتدى يشتغل على أنه ماهر وطبعا زي ما احنا شايفين هتودي إلى وقوة حوادث وإصابات يعني العمل على الات غير مأمونة العمل على الات غير مجهزة بوسائل وحوايا جزال وقاية كمان ظروف المحيطة غير مأمونة زي ما احنا قلنا ما فيش تهوية ما بيكونش فيه إضاءة كافية في المكان وطبعا ده بيكون خطر جدا بالذات في أعمال الإلكترونيات الدقيقة لأنه بيتم لحام بعض الأجزاء الدقيقة جدا فلازم أن تكون الإضاءة كافية يبقى من ضمن الأسباب عدم وجود أو ظروف محيطة غير مأمونة إحدى التصرفات الخاطئة من العامل زي ما احنا شايفين ده إحدى عمال الإنشاء في المباني الخرصانية طبعا الموجودة عندهم صبت سقف خرصاني بعد ما بتدوا ينفزوا الأعمال وبيصبوا لأن فيه مكان أو جزء بيصرب الخرصانة فطبعا نزل العامل على الأمة الموجودة بدون أي وسائل حماية أو حزام أمان طبعا نزل وزميله مسكينه من فوق طبعا سلوك خاطئ جدا أثناء تنفيذ هذه الأعمال الخطرة لأن زي ما احنا شايفين من الواضح أنه على ارتفاع كبير ده مش أدي إلى إصابة قد تؤدي إلى الوفاة لقدر الله طبعا إحدى السلوكيات الخاطئة في العامل المصري هو عامل مهر جدا ولكن ينقصنا السلوكيات الجيدة في تنفيذ الأعمال المطلوبة مننا حتى يتم العمل بشكل آمل بدون وقوع أي حوادث وإصابات داخل أماكن العمل سنبتدي بعد كده نتكلم عن الأمراض المهنية وكيفية الوقاية منها طبعا قلنا في البداية أن المرض المهني هو كل مرض بتقصر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة مال قلنا المرض المهني تعريفه كل مرض بتقصر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة معينة طيب إيه طرق الوقاية من الأمراض المهنية؟ عندي طريقتين مهمين جدا فيه طرق هندسية وكمان فيه طرق طبية شخصية إيه هي الطرق الهندسية؟ هنبتدى نستعرضها كده ونتكلم عليها بالتفصيل أول طريقة عندنا من طرق الوقاية من الأمراض المهنية قلنا فيه عندي طرق هندسية وطرق طبية يبقى بتنقسم طرق الوقاية من الأمراض المهنية إلى قسمين مهمين هي طرق هندسية للوقاية وكمان طرق طبية وشخصية أولا الطرق الهندسية وتتم عن طريق الاستبدال يعني إيه الاستبدال؟ أننا ممكن أستبدل المادة الخطرة بمادة أقل خطورة أو قد تكون ليست بها أي خطورة من عدمة الخطورة يبقى عملية الاستبدال في العملات الصناعية من الطرق الهندسية أننا لو أينفع أننا أستبدل هذه المادة بمادة أقل خطورة أو تكون من عدمة من الخطورة بتتم طبعا بالطريقة الهندسية ثاني طريقة عندنا وهي عزل العمليات الخطرة الخطيرة طبعا في بعض العمليات بتتم بشكل خطير يبقى بتدي أعزلها عن أماكن العمل في أماكن مخصصة تحت إشراف عمالة فنية مدربة طبعا مع أغزف الاعتبار طرق الوقاية ليهم وينبعدهم عن أماكن العمل الأخرى حتى لا يتم إصابة العمال في المناطق التالية عندي كمان من ضمن طرق الهندسية التنظيف الدائم وقلنا طبعا أن التنظيف شيء ضروري وحتمي ومن البنود الأساسية داخل أماكن العمل كمان استخدام الحواجز وقلنا الحواجز هي بتمنع وصول العامل إلى الخطر الموجود في الماكينات يبقى لازم نستخدم الحواجز ما ينفعش أن أعمل صيانة وابتدي أشيل الحاجز وأقول أنا هركبه في أي وقت تاني لا ما ينفعش لازم يكون في إتقان في تنفيذ الأعمال لازم يكون في حماية للعامل في إحدى برضو الزيارات الميدانية في إحدى المصانع كان هناك من ضمن الحواجز حواجز أوتوماتيكية الماكينة شغالة عبارة عن حاجز عبارة عن باب زجاج موجود في شاشة ديجيتال موجود فيها الخطأ مثلا بيكون مرقمين الأخطاء بأرقام معينة مجرد ما الفني بيشوف الرقم بيعرف أن في خطأ أوتوماتيكية الماكينة بتقف وبيتم فتح الحاجز بيتم إصلاح الماكينة ثم يتم إغلاق الحاجز ثم يتم تشغيل الماكينة بعد ذلك يبقى من ضمن الترو الهندسية طبعا استخدام الحواجز بأنواحها سواء كانت حواجز متحركة أو حواجز سبتة أو حواجز أوتوماتيكية موجودة في أماكن العمل نكمل كده مع بعض برضو من ضمن الطرق الهندسية وجود تهوية كافية طبعا في المكان وطبعا بنستخدم فيه التهوية اللي هي سحب الهواء الملوس من داخل العمل باستخدام أجهزة خاصة بتعمل عملية سحب الهواء الملوس وطرده ولكن يجب عملية صيانة لهذه الأجهزة لأن قد مع إهمال الصيانة بتتراكم هذه الأتربة داخل هذه الأجهزة مما يؤدي إلى قلة كفائتها أو عطلها فبالتالي يجب صيانتها باستمرار لأن هي فعلا من طرق الهندسية المهمة وهي طبعا تحت بند التهوية باستخدام الأجهزة الخاصة داخل أماكن العمل نشوف مع بعض كده الطرق الطبية وقلنا الطرق الطبية فيه عندي طريقتين بيستخدموهم في الطرق الطبية اللي هو الكشف الابتدائي والكشف الدوري يعني إيه كشف ابتدائي ويعني إيه كشف دوري الكشف الابتدائي وده بيتم على العامل قبل تسلمه العمل وذلك لمعرفة صحته حالته الصحية كمان لياقته البدنية عشان بيتم إسناد العمل المناسب له من خلال هذه اللياقة الموجودة والصحة ماينفعش أن يكون عندي عامل عنده إصابة صحية وأنحقه بإحدى الأعمال اللي هي هتزود له هذا الخطر يبقى لازم يتم كشف طبي قبل استلام العمل لكي يتم وضعه وتهيئته داخل المكان المناسب في أماكن العمل كمان عند الفحص الطب الدوري وقلنا فحص طب دوري يعني بشكل مستمر حتى يتم اكتشاف الأمراض بشكل في البداية حتى يتم معالجته ثم يتم شفاءه بإذن الله يبقى يجب عملية كشف طب دوري باستمرار عمال حتى يتم مدومته على الأعمال بشكل سليم وكمان المحافظة على صحته بشكل سليم دون أنه يكون فيه مضاعفات في الحالة الصحية احنا بكده بنحد من هذه المضاعفات وبالعلاج السريع عن طريق الفحص الطبي الدوري نكمل كده مع بعض يبقى الطرق الطبية والشخصية بتنقسم إلى الفحوص الطبية مثل الفحص الطب الابتدائي اللي احنا بيتم على بداية العمل والفحص الطب الدوري وده بيتم بشكل مستمر أثناء تنفيذ الأعمال حتى يتم منع هذه الإصابات والحد منها ومعالجة العمال كمان عندي من ضمن الوسائل الشخصية وسائل الوقاية الشخصية طبعاً اللي احنا قلنا عليها متمثلة في الأفارول في الخوزة وانتكلم عليها بشكل مفصل بالصور المدعمة كمان عندي يجب أن يكون هؤلاء تدريب وتوعية وتسقيف من خطر الحوادث ندرب عليها نعمل أسبوع في نهاية كل شهر بيتم نشوف الحوادث اللي تمت وكيفية معالجتها وتداركها حتى يتم العمل بشكل آمن وعدم وقوعه مرة أخرى عن طريق التدريب والتوعية والتسقيف للعمال يبقى الطرق الهندسية من الطرق التانية احنا قلنا طرق الهندسية قلنا هنقول الطرق الطبية والشخصية بتنقسم إلى الفحوص الطبية مثل الفحص الطب الابتدائي والفحص الطب الدولي كمان من ضمن الوسائل الطبية الشخصية وسائل الوقاية الشخصية والتدريب والتوعية والتسقيف لدى العمال هنجي بقى الجزء مهم جدا وهو أثر الأمن الصناعي على عناصر الإنتاج والإنتاجية عناصر الإنتاج طبعا قلنا العامل قلنا الآلة قلنا الخامات وقلنا الوقت هي دي عناصر أو ما يطلق عليها مقومات الإنتاج عايزين نشوف هل يطرى الأمن الصناعي فعلا أثر فيه هذه العناصر أم لم يؤثر هل يطرى فعلا هو مفيد أن نتبع تعليمات الأمن الصناعي ولا هي حاجة مش مطلوب منها طبعا هنشوف طبعا الأمن الصناعي مهم جدا لأن الغرض منه حماية الأربعة دول العامل والآلة والخامات والوقت وتوفير بيئة عمل آمنة حتى يتم الحصول على المنتجات بشكل آمن وسريع وسليم أولا أثر الأمن الصناعي على العامل طبعا كلما ازدادت اللياقة الصحية للعامل كلما زادت قدراته على الإنتاج من أجل ذلك حس الأمن الصناعي على ضرورة استخدام العامل لوسائل الوقاية الشخصية يبقى الأمن الصناعي عارف أنه كلما زادت اللياقة الصحية للعامل زادت قدراته على الإنتاج فركز وحس طبعا على ضرورة استخدام وسائل الوقاية التي تحمل عامل من الأخطار الموجودة داخل أماكن العمل زي إيه بقى الوسائل الوقاية؟ أولا وسائل الوقاية طبعا كثيرة ومتنوعة حسب الغرض المستخدمة من أجله ففيه طبعا منها ما هو واقي للجسم وواقي للوجه والأيدي وواقي للعين والجسم والقدمين تعالوا نشوف الصور مع بعض أولا أهم مهمات الوقاية الشخصية بتتمثل فيه البلتو أو الأفارول أو الفيست اللي بيرتدي العامل أثناء التنفيذ ولكن يجب الأخذ في الاعتبار الشروط الواجب توفرة في هذه الملابس الواقية من حيث طبعا المادة المصنوع منها أنها يكون مناسبة للجسم خفيفة الوزن طبعا سهلة الارتداء ويكون مناسبة لزوء العامل ويكون وزنها خفيف لأن طبعا هذه المشكلات بتؤدي إلى عدم إقبال العمال على استخدامها ونشوف مع بعض الأسباب تاني حاجة من ضمن وسائل الوقاية معدات حماية الرأس المتمثلة في الخزات بأنواعها وزي ما احنا شايفين في منها أنواع كتيرة ولكن المواصفات الواجب توفرة في الخوزة يجب أنها يكون خفيفة الوزن لازم أن تكون سهلة التنظيف لازم أن تكون بتتحمل الأسقال أو الأشياء التي سوف تقع عليها وكمان لازم أن تكون مزودة بحزام لإحكامه على الرأس وزي ما احنا شايفين فيه ألوان مختلفة اللون الأبيض ده بيستخدم المهندسين كمان اللون الأزرق بيستخدمه عمال النجارة والكهرباء اللون البني بيستخدمه عمال المعادن اللي هو اللحام كمان اللون الأصفر بيستخدمه أعماء عمال البناء والتشييد اللون الأحمر بيكون خاص لرجال الإطفاء وطبعا بعض رجال الإطفاء ده في المواقع الهندسية ولكن فيه رجال الإطفاء اللي احنا معروفين بيبسوا الخوزة مصنوعة من النحاس المسكول لأن النحاس المسكول بيعقص الحرارة كمان بيقاوم الأشياء أو الأشياء التي سوف تسقط على العامل أثناء إطفاء الحريب ولكن في المواقع الهندسية بيكون لابس خوزة بيكون لونها أحمر يبقى ده رجل إطفاء كمان اللون الأخدر بيكون خاصة لرجال الأمن والسلامة والصحة المعنية كمان بيكون فيه اللون البني واللون الرمادي بيكون خاص لأحد زوار الموقع أو الضيوف يبقى احنا عارفين أنواع الخوزات ولازم أن نعارفين أن هي لها ألوان عشان أعرف أميز أنا هتوجه لمين هروح لمين فين المهندس فين عامل البناء فين عامل القهربة والنجارة يبقى مجرد ما بص على الخوزة بقى عرف مين هو دوت وإيه وظيفته وإيه هو الوصف الوظيفي ليه كمان لازم أن تكون للخوزة مواصفات معينة من حيث الحجم من حيث الوزن سهلة التنظيف بها فتحات للتهوية كمان تكون مزودة بحزام بإحكامه على الرأس حتى لا تنزلق أثناء العمل كمان لازم أن تكون بتتحمل أو الأسقال أو الأحمال التي سوف تقع عليها حتى يتم حماية رأس العامل في أثناء تواجده في مواقع العمل يبقى احنا عرفنا معدات وقاية الرأس عندي كمان معدات حماية اليدين وهي المتمثلة في القفازات بأنواعها زي ما احنا شايفين فيه قفازات بتكون مطاطية مصنوعة من المطاط وفيه كمان عندي القفازات الجلدية كمان عندي معدات حماية القدمين المتمثلة في السفتي طبعا فيه منه أشكال وأنواع كتير فيه طبعا اللي هو مصنوع بالجلد وبيكون مزود بقطع من الحديد في المقدمة كمان النعلي بيكون مصنوع من الحديد حتى خاطر الأشياء أو بعض الأشياء البارزة والخطرة أثناء تواجده في الموقع كمان زي ما احنا شايفين مصنوع من المطاط وكمان مصنوع من القماش المقوى زي ما احنا شايفين بيكون طبعا ليه مواصفات معينة يبقى معدات حماية القدمين بكلها أشكال وأنواع مختلفة وهي المتمثلة في السفتي كمان عندي من معدات حماية الوجه والعينين طبعا عينين اللي هي المضارة الواقية ودي طبعا يجب ارتداءها في أثناء وجودهم في الأماكن اللي بيانتج عنها تطاير بعض الشظايا أو الرائش الموجود في تنفيذ الأعمال وفي عندي طبعا بيكون فيه جزء مجمع زي ما احنا شايفين الخوزة وكمان واقع الوجه والسماعات والخوزة الموجودة دي طبعا بيكون شاملة لحماية الوجه والرأس مع بعض كمان عندي حاجة مهمة جدا وهو حزام الأمان وحزام الأمان ده مهم جدا بالذات أو بالأخص ليه عمال البناء والتشييد لأن طبعا بنستخدمه فيه أثناء تواجده في الأماكن المرتفعة فلازم أن يكون فيه مزود بحزام أمان وطبعا من لفظ حزام أمان هو لفظ أو هو أدابة تستخدم لعمل أمان أو حماية للعامل أثناء تواجده في الأماكن المرتفعة حتى لا يتم وجود حوادث واصبات ليه وحزام الأمان لازم أن يكون ليه مواصفات أولا لازم أن يكون مناسب لجسم العامل لازم أن يكون بيتحمل سقل العامل مصنوع من مادة قوية كمان لازم أن يكون سهل الفك والتركيب عشان عنده حدوث حوادث لقدر الله بيكون سهل الفك منها وكمان حزام الأمان في بعض السلوكيات في العامل المصري أن حزام الأمان متمثلة مثلا فيه ساق السيارة فيه أثناء تواجده فيه إحدى الأكمنة بيبتدي يرتدي حزام الأمان أما بعد الكمين بيبتدي أنه يفكه طبعا ده سلوك خاطئ لأنه هو أصلا معاد لحماية هذا العامل من أخطار الإصابة بأثناء الصدمات أو أثناء وجود حوادث يبت حزام الأمان مهم جدا وبالخص لعمال البناء والتشييد أثناء تواجده على السقلات طبعا في الأماكن والأبراج المرتفعة يبت حزام الأمان مهم جدا للعامل في البناء والتشييد ولكن هناك أسباب بتؤدي إلى عدم إقبال العمال على استخدام وسائل الوقاية الأسباب ديت أولا لازم ندرس الأسباب عشان نعرف نعالجها عشان نبتدي نصمم هذه الوسائل بشكل مناسب ويرتديها العامل داخل أماكن العمال طبعا من ضمن الأسباب من أسباب عدم إقبال العمال على استخدام وسائل الوقاية ديق العامل بها من حيث حجمها ووزنها السقيل بيكون حجمها كبير ووزنها بيكون تقيل مما يؤدي إلى عدم ارتداءها كمان من ضمن الأسباب الحد من نشاط العامل وبتأيد حركته بتحد من نشاط العامل وبتأيد حركته فلازم أن أأخذ في اعتباري أن هي قوم مناسبة ومريحة للعامل كمان المظهر الخارجي الذي لا يناسب زوق العامل طبعا لازم أن أخذ في اعتباري أن زوق العامل وابتدي أعمل أو أصنع خامات وسائل وقاية قوم مناسبة لزوق العامل تعالوا كده مع بعض نشوف إيه الشروط دي بعد معرفة الأسباب التي تؤدي لعدم إقبال وسائل وقاية الشخصية طبعا بالتالي أبتدي أشوف إيه الشروط الواجب توفرها حتى يتم ارتداءها أثناء تواجده في مكان العمل من ضمن هذه الشروط يجب أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية المواصفات العالمية بتقول إيه؟ أولا يجب أن تكون مناسبة للجسم من حيث الوزن وأنها تكون مريحة مصنوعة من مادة تقبل امتصاص المياه خفيفة زي ما نشوف دي مواصفات عالمية في وسائل وقاية يجب أن تكون مناسبة للجسم ومريحة للعامل كمان يجب أن يكون حجمها مناسب شكلها مقبول وأن تتحمل ظروف العمل يبقى الشروط الواجب توفرها بهمات الوقاية أن يكون مطابقة للمواصفات العالمية من حيث أن يكون مناسبة للجسم ومريحة للعامل كمان لازم أن يكون حجمها مناسب شكلها مقبول وأن تتحمل ظروف العمل المناسبة في أثناء تواجد العامل داخل أماكن العمل وصلنا طبعا نشوف بقى الأمن الصناعي هل يطر الأمن الصناعي أثر على وسائل الوقاية وعناصر الانتاج ثاني عنصر عندنا وهو الآلة طبعا الأمن الصناعي حس على ضرورة المحافظة على نظافة وترتيب الآلات ومعنى ترتيب الآلات أننا نرتبها حسب تسلسل العمليات الصناعية إذا ما ينفعش أننا أبدأ أشوف العملات الصناعية ترتبها إيه وابتدأ خطط لتوزيع الآلات بالشكل يناسي العمليات الصناعية بدون أن يتم تضيع الوقت وأن تكون هناك توفير في الخامات والتكاليف يبقى حس الأمن الصناعي على ضرورة المحافظة على نظافة وترتيب الآلات وعمل صيانة دورية لها طبعا الصيانة الدورية متمثلة في أن نبتدأ في عملية نظافة للمكنة قبل الاستخدام وبعد الاستخدام كمان نستبدل الأجزاء التالفة لو هي تتصلح نصلحها لو هي تالفة يبقى تستبدل كمان يجب عمل صيانة دورية عن طريق تزييد وتشحيم الأجزاء المتحركة في بعض الماكينات بيكون في أجزاء متحركة يجب عملية التزييد والتشحيم لها حتى تتم العمل بشكل ميسور وسهل يبقى الصيانة شيء ضروري فعلا من الأمن الصناعي والأمن الصناعي حاس على ضرورة عمل صيانة دورية للآلات المحافظة عليها وزي ما احنا شايفين لو فيه أجزاء تالفة بنستبدلها فيه أجزاء عايزة اللحمات تتزود عليها بنزودها هي وده المقصود بالصيانة كمان يجب فصل الطيار الكهرابي بعد الانتهاء من العمل على الماكينات العنصر التالت أثر الأمن الصناعي على الخامات وطبعا الخامات هي الحاجة اللي بشتغل بيها أو الخامة اللي بشتغل بيها وعندنا طبعا في المجال المعماري خامات كتير منها طبعا الركان بأنواعه كمان الأسمند والمصيص كمان عندي الأخشاب وطبعا الرمل والزلط عندي خامات كتير فيه أعمال العمارة يجب المحافظة عليها وحفظها داخل مخازن هنتكلم عليها أثر الأمن الصناعي على الخامات حس الأمن الصناعي على ضرورة المحافظة على الخامات وتخزينها وتداولها بالصورة المناسبة لحمايتها من التلف طبعا تخزينها بشكل آمن وسليم ومنظم حتى يتم تداولها بالصورة المناسبة وقت الحاجة إليها كمان بحفظها عشان أحميها من الضياع ومن التلف زي ما احنا شايفين بالنسبة للأخشاب موجودة جوا مخازن مغلقة موجود بها فتحات للتاوية فيها كمان إضاءة مناسبة المكان بيكون فيها ممرات واسعة كمان الأخشاب بتوضع بشكل منظم ومرتب كل نوع على حدة وكمان يفضل وضع بطاقة على كل صنف بيكتف فيها اسم الصنف ونوعه ومقاساته عشان يسهل تداولها أثناء الحاجة إليها إحدى المصانع الموجودة في مصر طبعا زي ما احنا شايفين الممرات واسعة الأخشاب موضوعة بشكل منظم ليها كود أو سيرير نمبر السيرير نمبر ده بيكون فيه فهرس خاص مع مسؤول المخازن بيتم طبعا معرفة الكود ويتم الذهاب إلى الكود المطلوب ثم أغز الخامة المطلوبة وعن طريق السيرير نمبر ده بنعرف الخامة دي مواصفاتها إيه وكمان مقاساتها وأنواعها وأشكالها حتى يتم تداولها في أثناء الحاجة إليها كمان لازم أن تكون فيه بين الخامات وبعضها ممرات لازم أن تكون مرتفعا أرض عشان حمايةها من الرطوبة طبعا بغطيها من الغطاء من المشمع وحفظها وجوه مخازن جيدة التهوية تكون فيها ضاءة مناسبة كمان لازم أن تكون جوه المخازن طفيات الحريق المناسبة للخامات الموجودة يبقى هو ده المخزن والأمن الصناعي حس على ضرورة المحافظة على الخامات داخل المخازن بشكل آمن وسليم ومنظم حتى يتم تداولها بشكل سليم ولكن إيه الأضرار الناتجة عن التخزين بالطرق الغير سليمة؟ طبعا لو إحنا ابتدينا نخزن الأخشاب أو الخامات بطريقة غير سليمة بتؤدي إلى فقد أو زيادة فيه تكاليف الإنتاج مضيعة في الوقت مجهود بيكون على العامل وطبعا الإنتاج بيقل كل ذلك بسبب التخزين السيء عند الحاجة إلى الخامات طبعا بيبتدي العامل بسبب الطريقة السيئة في التخزين بيتم هيبتدي يدور هي الخامة موجودة فين؟ هل يطرى مقاستها إيه؟ طبعا بيتم بشكل غير منظم بتعمل مجهود للعامل بتضيع الوقت وكمان بتزود التكاليف بسبب ضياع الوقت في مجال الإنتاج تعالوا نشوف مع بعض إيه الأضرار الموجودة عن التخزين بالطرق الغير سليمة؟ أول حاجة بتكون مضيعة للوقت؟ ثانيا بتؤدي إلى انخفاض الانتاج طبعا بالتالي لما نضيع الوقت بيكون فيه انخفاض في الانتاج كمان بتزود تكاليف الانتاج التكاليف بتزيد صعوبة وصول العامل إلى الأداة والمعدات المطلوبة بسبب عدم تواجدها في المكان المنظم والمخصص لها يبقى الأضرار للناتجة عن التخزين بالطرق الغير سليمة بتؤدي إلى ضياع الوقت كمان بيكون فيه انخفاض فيه الانتاج كمان بتزود التكاليف الانتاج صعوبة وصول العامل بتؤدي إلى بذل مجبود كبير في الحصول على الخامات طبعا بتؤدي إلى إرهاق العامل وكمان خفض الانتاج وزيادة التكاليف طيب عايزين بقى نشوف ايه هي الطرق السليمة للتخزين الجيد بشكل آمن؟ أولا يجب النقاط الواجب توفرة لجعل عملية التخزين آمنة أولا يجب أن يكون مبنى التخزين من طابق واحد زي ما احنا شفنا في الصورة السابقة مبنى التخزين من طابق واحد مرتفع بيكون ليه مواصفات السقف بيكون على ارتفاع مناسب مصنوع من مادة عازلة ضد الحرارة والرطوبة والحريق كمان بيكون مدهونة باللون الأبيض لأن اللون الأبيض مع الإضاءة بيدينا رؤية واضحة كمان الحوائط بيكون مصنوعة من مادة قوية عازلة سالة التنظيف برضو مدهنة باللون الأبيض حتى تعطيني رؤية واضحة أثناء تواجد الخامات داخل المخازن يبقى أول حاجة أن يكون مبنى التخزين من طابق واحد يفضل إن أمكن ثانيا يجب أن يكون المخازن مزودة بالإضاءة الكافية كمان تكون فيها تهوية كافية لازم تكون فيها ممرات واسعة حتى يتم تداول الخامات بشكل آمن كمان لازم يكون المكان فيه تسلسل ومنظم حسب الخامات الموجودة ويفضل وضع بطاقة على كل صنف بيكتب فيها اسم الصنف ونوعه مأساته لازم نزود المخازن بتاعتنا بطفيات الحريق المناسبة للخامات الموجودة لازم يكون فيه المخزن أكثر من مخرج في حالة وجود طوارئ أو لقدر له حريق لازم يكون فيه باب للخروج بنسميه باب الطوارئ باب الطوارئ ده بيكون موجود فيه جهة بيخرج العامل لجهة مختلفة تاني خالص غير الخروج طبعا لحماية العامل كمان لازم يكون المكان فيه إضاءة كافية حتى يسهل تداول الخامات وبالنسبة للمخارج لازم نتأكد من أنها أبواب المخارج أو الطوارئ أنها بتقفل وتفتح بسهولة طبعا في بعض الأحيان بمر زمن كبير على عدم وجود حوادث في المكان طبعا مع الإهمال وعدم عمل متابعة لهذه الأبواب بتم عملية منعها أثناء الفتح أثناء الخروج طبعا لقدر الله في حالة حدوث أي حريق في أثناء الفتح طبعا هنلاقي أن الباب خلاص مش بتفتحش لأن ما عملوش عملية طبعا متابعة طبعا هذا خطر كبير يجب المتابعة والتأكد من أن أبواب الطوارئ تفتح وتقفل بسهولة كمان لازم أن تكون مزودة بمخارج ولازم أن يكون لها سلالم بتوديني على جهة مختلفة عن أماكن الخروج طبعا لازم أن يكون فيها توصيلات مناسبة للطيار الكهرابي داخل المكان وزي ما احنا قلنا لازم أن تكون المخازم مزودة بالإضاءة الكافية التهوية الكافية كمان لازم أن تكون فيها فتحات للتهوية الطبيعية لازم أن تكون منظمة مرتبة بشكل آمن نحط الخامات كل نوع على حدة ويفضل وضع بطاقة بيكتب فيها اسم الصنف ونوعه ومأساته تعالوا مع بعض كده نشوف هذه الإجراءات والنقاط الواجب توفرها لجعل عملية التخزين آمنة يبقى من النقاط الواجب توفرها لجعل عملية التخزين آمنة أولا يجب أن يكون مبنى التخزين أول حاجة أن يكون التخزين في مستوى الأرض إن أمكن ما يكونش على ارتفاع كبير وأن يكون مبنى التخزين من طابق واحد كمان بتجهز المخازم بفتحات للتهوية الطبيعية لازم أن يكون في المغزم فتحات للتهوية الطبيعية يبقى دي النقاط الواجب توفرها لجعل عملية التخزين آمنة أن يكون التخزين في مستوى الأرض إن أمكن أن يكون مبنى التخزين من طابق واحد أن تجهز المخازم بفتحات للتهوية الطبيعية أن يكون للمغزن أكثر من مخرج لازم أن يكون في المغزن أكثر من مخرج للطوارئ وقلنا لازم أن نتأكد أن أبواب الطوارئ بتفتح وتقفل بسولة طبعا مهم جدا أن نتأكد منها عشان في حالة لقدر الله في حالة حصول طوارئ بيتم طبعا حماية العمال وخروجهم من مكان آمن من جهة أخرى كمان تجهز المخزن بأجهزة الإطفاء المناسبة لازم أن نشوف الخامات الموجودة لازم أن تكون مزودة بأدوات الإطفاء في أدوات طبعا خاصة بالحرائق سواء كانت في المواد الصلبة سواء كانت نتيجة التوصيلات الكهربائية كل ذلك لازم أن نعمل في اعتبارنا أجهزة الإطفاء الموجودة ويكون مناسبة للخامات الموجودة كمان التفتيش الدوري على المخازن لازم أن تتم عملية التفتيش عشان نتأكد أن الخامات موجودة موجودة بالكميات المناسبة هذه تأديل الأعمال هل يطرى فيه أي شيء ناقص عشان أبتدي أزود هذه الخامات يبقى لازم أن أعمل عملية التفتيش وطبعا زينا نقول بيكون فيه شخص مخصص بنسميه أمين مغزن ومن لفظه أمين هو أمين على المخازن ولكن يجب التفتيش الدوري عليها حتى يتم مطابقة هذه الخامات كمان العمل على تواجدها بشكل وبالكميات المطلوبة يبقى احنا قلنا أن يكون المخزن أكثر من مخرج كمان تجهيز الخامات بأجهزة الإطفاء المناسبة التفتيش الدوري على المخازن دي كانت النقاط الواجب توفرها لجعل عملية التخزين آمنة نيجي بقى للعنصر الأخير وهو أسر الأمن الصناعي على الوقت طبعا اتعملت دراسة على الوقت وقلنا أن في بعض العمال بيشتغلوا 12 ساعة وفيه عمال بيشتغلوا 8 ساعات لأوا أن العامل بيشتغل فيه خلال 8 ساعات بينتج أكتر من 12 ساعة ليه؟ لأن العامل طبعا اللي بيشتغل 12 ساعة الوقت كبير فبيكون هو بيتهرب من الوقت فطبعا هو ما بيشتغلش الـ 12 ساعة مستمرين ولكن العامل بيشتغل 8 طبعا بيشتغل أول فترة 4 ساعات بياخد درست أو راحة ساعة بعد كده يتبقى له 3 ساعات بيقبل على العمل كأنه يوم جديد فعشان كده الانتاج بتاعه بيكون زيادة عن العمل فيه خلال 12 ساعة يبقى أثر الأمن الصناعي على الوقت حسى الأمن الصناعي على حسن استغلال الوقت وذلك بتحديد ساعات للعمل وتنظيم فترات للراحة حتى يتم إجراء أو تنفيذ الأعمال بعد ذلك كأنه يوم جديد للأعمال زي ما احنا شايفين نبتدي أن نوفر في الوقت نبتدي نستغل الوقت الموجود عشان نحصل على الانتاج المطلوب بالكميات المطلوب تعالوا مع بعض نشوف الأسئلة الخاصة بهذه الوحدة برضو عشان نكون ملممين ونشوف هل يطرق السؤال موجود هيجي شكله إيه تعالوا تشوف مع بعض السؤال الأولاني بيقول لي عرف مفهوم الأمن الصناعي ومفهوم الأمن المهني طبعا هنعرض طبعا الأسئلة بشكل سريع بحيث أن انت تاخدها تدونها طبعا وتبتدي تحلها لو في أي تساول احنا مع بعض مع بعض على قناة التعليم الفني هنبتدي نرد على أسئلتهم وكمان لازما ان احنا ندونها سئلة لنمومة جدا وبتيجي طبعا في امتحانات نهاية الترم فيجب الحرص عليها وكتابتها وحلها ولو في أي استفسار احنا موجودين مع بعض رد على استفساراتكم من خلال قناتكم قناة التعليم الفني يبقى السؤال الأولاني بيقول عرف الأمن الصناعي وعرف الأمن المهني السؤال الثاني عرف الحادثة الصناعية وما هي أسباب وقوع الحوادث طبعا عرفنا الحادثة وانها يتقل لتوقف عن النظام والترتيب الطبيعي لسير العمل وعرفنا أسباب وقوع الحوادث العمل على الات غير مأمونة تصرفات شخصية غير مأمونة كمان ظروف محيطة غير مأمونة بعد كده السؤال الثالث في هذه الوحدة ما الفرق بين المرض المهني والإصابة ثم أسكر طرق الوقاية من أمراض المهنية وانها طرق الوقاية في طرق هندسية وطرق طبية طبعا هنحل الأسئلة وطبعا آخر سؤال موجود عندنا سؤال مهم جدا نركز عليه لأنه طبعا بيجي في معظم الانتحانات وضح أثر الأمن الصناعي على عناصر الانتاج وطبعا قلنا عناصر الانتاج هي العامل والآلة والخامات وهيزيد عليهم الوقت طبعا الأسئلة دي مهمة جدا نحلها حوالي أربع أسئلة خاصة بالوحدة نحلها في أي استفسار موجودين معاكم طبعا وقت حلقتنا انتهى كنت أتمنى أن نكون موجودين مع بعض بشكل كبير أشوفكم على خير متمنين لكم كل التوفيق والنجاح دمتم في حفظ الله وأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته